لا أريد الإنجاب كيف يمكنني أن أضيف طفلاً لهذا العالم الموحش؟ فكرة سمعت كثيراً من الناس يرددونها في الفترة الأخيرة وفكرت فيها كثيراً مع نفسي ولم أتقبلها مطلقاً تنفرني الفكرة فهي ضد الفطرة أولاً لأن الله هو الخالق الذي يقدر لإنسان أن يكون في الوجود أما الآباء فهم مجرد سبب لوجود هذا الإنسان والله هو الذي زرع في البشرية فترة التكاثر ثانياً هي فكرة مليئة باليأس والقنوط من نحن حتى نحكم أن الخير قد انقطع تماماً من على الأرض أو نقطعه نحن بقطع احتمال وجود إنسان يفعل خيراً ويسهم في النهضة ويعمر الأرض بالخير ولنا في أهلنا في غزة خير مثال رغم الحرب لكن أملهم بالله كبير وإن جابوا الخلف الذين سيعمرون البلاد والأرض من بعدهم مستمر ولا يأسى مع المقاومة ثالثاً أن الهدف من الوجود في الأرض ليس العيش برغد في حياة وردية بل الهدف هو طاعة الله وعبادته تحت أي ظرف وأي ابتلاء ومن حسن عبادته إصلاح المنكر الموجود في الأرض أما الرزق فهو على الله ولا يمكن أن يوجد الله إنساناً ثم يتركه للوحشية دون أن يتولاه ثم تعمقت في الفكرة أكثر فوجدت أن أفضل رد أقومه وأصحه قاله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث شريف قال إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها وأجمل غرس تقدمه للأرض هو إنسان صالح يصلح ما أفسده الآخرون من قبله ومؤمن يعبد الله ومحسن يحسن إلى الناس ويبث فيهم روح الأمل فإذا صدفت يوماً أحداً قال لك لا أريد الإنجاب لأنني لا أريد لطفلي أن يعيش في هذا العالم المظلم فرد عليه بهذا الحديث أو يمكنك مشاركته هذا الفيديو